استشهد طفل واصيب ثلاثة اخرون بجروح بالغة بحادثين منفصلين اثر انفجار مقذوفات من مخلفات ميليشيات الحوثي بمحافظة مارب وقال المرصد اليمني للالغام ان طفلا استشهد واصيب ثلاثة اخرون بحادثين منفصلين في مدرية العبدية جنوب المحافظة اوضح المرصد ان الطفل حاشد حسين احمد الحميدي البلغ من العمر 12 عاما استشهد كما اصيب الطفل عبد المجيد علي عبد الرب بلغيث بجروح بليغة بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة مدود الحنكة بمدرية العبدية جنوب محافظة مارب اضف المرصد بان الطفلين الناجي محمد الزبيدي ومانع علي الزبيدي اصيب بانفجار مقذوف اخر من مخلفات الحرب بمنطقة ال الزبيدي في المدرية ذاتها